السماء ملبدة بالغيوم من جراء القصف المكثف فوق كييف ومحيطها وميناء أوداستا على البحر الأسود منذ أشهر دأبت روسيا على تدمير المنشآت الرئيسية في أوكرانيا بالصواريخ وطائرات من دون طيار أمر أدى إلى تعطيل إمدادات المياه والتدفئة والكهرباء لملايين الأشخاص وفق ما تؤكد السلطات الأوكرانية لقد سأمت نعرف أنه ليس دنب السلطات هو دنب أولئك الذين غزونا سوف نقاوم أشكر سلطاتنا على أن المتاجر الكبرى مجهزة بمولدات كهربائية الآن حتى نتمكن من شراء كل ما نحتاجه في مدينة خاركيف وأودسا السلطات أعلنت استهداف البنية التحتية للطاقة وتدمير مباني سكنية موجة الضربات هذه تأتي في أعقاب إعلان روسيا تحقيق مكاسب في المعركة المستمرة منذ أشهر للسيطرة على مدينة بخموت عقدت عدة اجتماعات حول عواقب الضرب المكثف على بنيتنا التحتية وأدت المحاولات إلى انقطاع مؤقت لكهرباء والتدفئة والمياه في بعض مناطقنا ومدننا أودت الصواريخ الروسية بحياة ستة أوكرانيين والتعازي لأسرهم الضربات الجماعية على أهداف بعيدة عن الجبهات هي الأولى من نوعها منذ منتصف فباير كاسيرة أطول فترة هدوء منذ أن بدأت موسكو حملتها الجوية ضد البنية التحتية المدنية ترجمة نانسي قنقر